موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام وأهلا وسهلا بكم إلى حديث الصحفة نبدأ من موقع فرانس فان كاتر حيث نشر بعنوان القادة العسكريون للتحالف الدولي يبحثون استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد أكثر من شهرين على بدء ضربات الجوية بدأ القادة العسكريون لـ 22 دولة في التحالف الدولي ضد الجهاديين بدأ الثلاثة اجتماعهم في واشنطن لتحديد استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وقد بدأ القادة العسكريون لـ 22 دولة في التحالف ضد الجهاديين الاجتماع في قاعدة أندروز الجوية في ماريلاند شرق الضاحية العاصمة الفيدرالية بدأ اجتماعهم في واشنطن لتحديد استراتيجية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وهذا الاجتماع الطارئ هو الأول من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي في أيلول سبتمبر أما في صحيفة الفاينانشل تايمز فنطالع تحليلا أعده ديفيد جاردنر حول ما اعتبرها فرصة الرئيس التركي رجب طيب أردغان الأخيرة في إبرام معاهدة سلام مع الأكراد يقول جاردنر أن أردغان الذي شغل منصب رئيس الوزراء في تركيا لعقد من الزمن قبل أن يتولى منصب رئاسة البلاد خلال الصيف الفائت يخاطر بإقحام بلاده في أزمة ودفن مبادرته الأولى بتحقيق السلام مع الأقلية الكردية في تركيا إلى الأبد وأوضح كاتب التحليل أن السبب يعود في ذلك إلى غضب الأتراك الأكراد من موقف الحكومة التركية التي نشرت العديد من دباباتها على حدودها الجنوبية القريبة من مدينة عين العرب كوباني السورية من دون أن تهتم لمساعدة الأكراد السوريين وقف المجازر التي يتعرضون لها على أيدي تنظيم الدولة الإسلامية التي تحاصر المدينة الحدودية وأشر غاردنر إلى أن وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال الكردستاني منذ ثمانية عشر شهرا والذي يعتبر جزءا من مفاوضات لإنهاء ثلاثين عاما من حربه ضد الدولة التركية مهدد بالانهيار نواصل مشاهدنا مع صحيفة الغارديان التي نشرت مقالة للكاتبة ناتالي نوغيردي بعنوان الأوروبيون انضموا إلى الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية فماذا بعد؟ حذرت نوغيردي الدول الأوروبية من ترك واشنطن تحدد بمفردها استراتيجية مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية مشيرة إلى أن الحرب الدائرة ضد التنظيم تدور بجوار القارة الأوروبية وقالت نوغيردي أن خمسة دول أوروبية شاركت حتى الآن في الغارات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وهذه الدول هي فرنسا وبلجيكا والدنمارك وهولندا إلا أن أي من هذه الدول لم تشارك في الضربات الجوية التي استهدفت التنظيم في سوريا وأشرت في مقالها إلى أن هذه الدول يجمع بينها قاسم مشترك واحد ألا وهو الخوف من ظهور شبكات وعقائد جهادية بين مجتمعات المسلمين لديها وقالت إنه ظاهريا لا يوجد خلاف بشأن الحرب ضد تنظيم الدولة مضيفة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا يواجه مواجده سلفه جورج بوش خلال حرب الإطاحة بنظام صدام حسين عندما انقسمت أوروبا إلى ما وصفه وزير الدفاع الأمريكي السابق دونالد رامسفيلد بأوروبا القديمة وأوروبا الجديدة ونبهت كاتبة التحليل إلى أن أوروبا ستظل تواجه تابعات ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط بصورة أكبر من الولايات المتحدة فبحكم قربها من المنطقة تشعر أوروبا بتأثيرات الأزمة الإنسانية التي تشهدها وتواجه التدفق للاجئين كما أنها تواجه خطرة زايد أعداد شبابها المسافرين إلى سوريا للضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأضحت الكاتبة إنه يمكن للدول الأوروبية وصف أنفسها بالحلفاء المخلصين وهو ما لا يمكن أن ينطبق على لاعبين إقليميين أخرين في الشرق الأوسط وقالت إن السعودية والدول الخليجية الأخرى وتركيا وغيرها من الدول الخليجية من دون ذكر إيران إنها تنتهج جميعا سياسة حفة الهاوية بعدما حولت سوريا والعراق إلى ميدان لحرب بالوكالة نواصل مشاهدنا مع صحيفة الانديبندنت التي نشرت تحت عنوان تراجع الدعم البريطاني لإسرائيل جاء فيه حذر السفير البريطاني لدى إسرائيل ماثيو جولد بأن الدولة اليهودية باتت تفقد الدعم البريطاني خلال الفترة الماضية ملقيا باللوم على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة ومغاصلة إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية فوق الأراضي الفلسطينية وجاءت تصريحات ماثيو جولد عاقب تصويت مجلس النواب البريطاني على قرار الاعتراف بدولة فلسطين وأضف السفير أن القرار الرمزي الذي اتخذه البرلمان البريطاني بالاعتراف بدولة فلسطينية يعكس تحولا كبيرا في الرأي العام البريطاني حول إسرائيل عاقب الحرب الأخيرة على غزة خلال الصيف وإعلن إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة صحيفة القدس العربي نشرت تحت عنوان أحمد طعمة الحكومة الجديدة ستنتقل إلى داخل الأراضي السورية قل رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد طعمة للقدس العربي تعقيبا على إعادة انتخابه بداية لدي قناعة بأن ما جرى في اجتماع الهيئة العامة للإتلاف الوطني السوري يؤسس لمرحلة جديدة في مسار الثورة السورية في ظل تطورات الإقليمية والدولية الأخيرة خصوصا بعد قرار التحالف بدء عملياته داخل الأراضي السورية واعتقد جازما أن فكرة إقامة المنطقة العازلة تتقدم على كل المستويات الأمر الذي يضع على عاتق الائتلاف والحكومة مهاما جديدة أولها نقل مركز ثقل عمل الحكومة المؤقتة إلى داخل الأراضي السورية كي نتمكر من تقديم الخدمات لشعبنا بمعناها الكامل من تعليم وصحة وبنية تحتية ومجالس محلية وإعادة توطين ملايين اللاجئين في دول الجوار داخل الوطن السوري وأضاف طعمة هذا الانتقال سيمكن الحكومة السورية المؤقتة من بناء كل مؤسسة الخدمات وفي مقدماتها جهاز شرطي حقيقي لتأمين المناطق المحررة وتسلم المعابر الحدودية وقال طعمة إن يدي ممدودة وعقلي وقلبي منفتحان لكل ممثل التيارات السورية الفاعلة ونحن بصدد تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل التيارات السورية دون استثناء بمن فيهم من صوتوا ضدنا أو انسحبوا من التصويت نشرت صحيفة الوطن السعودية خبرا بعنوان حزب الله يستأذن لمغادرة سوريا وإيران لم يحن الوقت بعد جاء فيه أكد مصدر سياسي قريب من حزب الله اللبناني أن الحزب بات يبحث عن مخرج لتورطه في القتال إلى جانب نظام الرئيس السوري بشار الأسد مشيرا إلى أن أمن نعام الحزب حسن نصر الله ألمح إلى ذلك لبعض المسؤولين الإيرانيين وبرر طلبه بتعظم الضغوط الشعبية على قيادة الحزب بسبب تزايد أعداد القتلى لا سيما بعد معركة بريتال التي تكبد فيها الحزب خسائر كبيرة بلغت أحد عشر قتلا وعشرات الجرحة معظمهم في حالة حارجة إضافة إلى أسر بعض عناصره بواسطة مقاتل تنظيم جبهة النصر وأكد المصدر الذي اشترطا عدم الكشف عن هويته في تصريحات للوطن أن الجانب الإيراني قابل الطلبة بالرفض مشيرا إلى أن أوان هذه الخطوة لم يحن بعد وتعليقا على ذلك يقول الناشط السياسي خالد منير إن قيادة الحزب تشعر بأنها تخض معركة استنزاف تصب في غير مصلحتها وأن تزايد عدد قتله وجرحه بصورة شبه يومية بات يشكل صداعا مزمنا للقيادة التي بدأت تشعر بانخفاض شعبية الحزب حتى وسط قواعده المقربة وأضف في تصريحات إلى الوطن مع أن نتائج الهجمة الخاطفة التي ينفذها مقاتل المعارضة السورية على مقاتل الحزب قد لا تبدو مؤثرة بصورة جوهرية على الحزب إلا أن هناك جانب آخر يترتب على هذه الخسائر وهو تراجع شعبية الحزب بصورة مخيفة للدرجة التي دفعت بعض القيادات لإعلان انسلاخها من الحزب كما أن هناك ضغوطا شعبية هائلة يمارسها ذو القتلى والجرحى والمفقودين لمعرفة حقيقة الوضع وتبرير أسباب هذه الخسائر الفادحة لسيما بعد سقوط ذرائع المقاومة وحماية لبنان من خطر الجماعات التكفيرية رسمت سايكس بيكو منذ قرابة مئة عامة فهل نحن أمام تطبيق سايكس بيكو جديدة؟ صحيفة صباح التركية نشرت مقالة لإمرأ أكوز بعنوان من سيرسم الخارطة الجديدة؟ نحن أمات لا نعرف تاريخنا ولو أردنا أن نضرب مثالا بسيطا لقلنا أنه قد مر مئة عام على الحرب العالمية الأولى فالشرق الأوسط المضطرب اليوم قد تم تقسيمه ومشاركته من قبل الإنجليز والفرنسيين بعد تلك الحرب المشؤومة لتقسم البلاد وليتم رسم خارطة جديدة للشرق الأوسط حسب اتفاقية سايكس بيكو لقد درسنا وتعلمنا في المدارس أن دولتنا التركية اليوم جاءت بعض خوضنا لحرب انتصرنا فيها على سبعة جيوش وهذه رؤية القوميين الذين أرادوا زرع هذه المعلومة على أنها سبب تأسيس الجمهورية التركية لكن الحقيقة تقول أنه إذا كنا نتحدث عن تأسيس لدولة تركية على هذه الأرض فسبب ذلك توافق مع إنشاء الدولة مع مصالح الإنجليز القوة العظمى أنذاك فقد قام أتى ترك وأصدقائه بتقديم ثلاثة وعود أساسية من أجل حصول الأنضول على الاستقلال وبعد الحرب قسم الإنجليز المنطقة إلى سوريا والعراق وتركيا لكن وهم يرسمون هذه الخريطة بيدهم لماذا لم يمنحوا ملايين الأكراد المتواجدين في المنطقة أراض يقيمون عليها دولة لهم أعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك ليس لأنهم لم يجدوا أراضي كافية ليقيموا عليها دولة كردية وإنما كان ذلك بسبب سياسة معينة أراد الإنجليز تحقيقها مبدأ هذه السياسة كان ليبقى الأكراد ممزقين مشتتين هكذا أراد الإنجليز في تلك الفترة لأنهم رأوا أن ذلك هو ما يتماشى ويتوافق مع مصالحهم ويضف الكاتب لكن علينا عدم نسيان أننا نعيش في زمن مختلف تماما عما عشناه في الحرب العالمية الأولى وما بعدها فاليوم أصبحنا نشاهد أن القوى العظمى لا تحرك جيوشها ولا تقودها إلى حروب تحقق أهدافها نحن الآن نعيش في عصر حروب بالوكالة فلا تستغرب أبدا أننا ربما نواجه طرفا وكيلا لا يعلم لمصلحة من يتحرك ولمصلحة من يقاتل ويحارب لكنني أعتقد أن هذا الوكيل مهما حصل لن يكون أكراد سركيا السيدة الأولى في أي بلد غالبا ما تشد الانتباه وهذا ما حدث لأول مرة في أفغانستان موقع بي بي سي عربية نشر بعنوان لأول مرة في أفغانستان زوجة الرئيس تتجه إلى الأطواء يبدو أن رولا غني زوجة الرئيس الأفغاني الجديد أشرف غني اتجهت لتحدي التقليد الذي التزمت به زوجة الرؤساء السابقين في أفغانستان من الابتعاد عن الأضواء وفي مقابلة مع بي بي سي بعد أيام من انتقالها إلى مكتبها الجديد في القصر الرئاسي أعربت رولا غني عن أملها في تشجيع احترام المرأة الأفغانية وقالت أرغب في أعطاء النساء الأفغانيات الشجاعة والإمكانية لفعل شيئ ما من أجل تحسين حياتهن وودأت زوجة الرئيس الأفغاني بالفعل في كسر هذا الحاجز فخلال الحملة الانتخابية لزوجها أشرف غني الذي فاز بمنصب الرئاسة كانت هي الوحيدة من بين زوجات المرشحين التي ظهرت أمام الجماهير وحينما وجه الرئيس الجديد التحية لزوجته خلال خطاب توليه المنصب أصبح ذلك مثار حديث المجتمع الأفغاني وتقول رولا غني إن تلك كانت إشارة كاشفة لخصت رؤيتها حول كيفية تغيير الموقف من المرأة وأضافت بإشارة زوجي إلي بهذه الطريقة في خطاب تكليفه أظهر بالضبط ماذا أعني بمساعدة المرأة الأفغانية على أن تكون أكثر ثقة ووعيا بدورها وأكثر تقديرا له وتعي سيدة أفغانستان الأولى تماما حساسيات المجتمع الأفغاني المحافظ وتقول إن رؤيتها لا تتناقض مع القيم التقليدية التي تشكل حجر الزاوية في حياة الأفغان وتضيف لا أتطلع إلى تغيير المرأة المجتمعية القائمة ولأني عشت في الغرب فقد عانيت من عدم وجود عائلة كبيرة من حولي وأعتقد أن النسيج الاجتماعي لا يزال قائما في أفغانستان رغم استمرار الحرب الأهلية طلت خمسة وعشرين عاما وأعتقد أن هذا شيء عظيم القراءة هي أن تذهب بعقلك ومشاعرك خارج حدود الزمان والمكان وكذلك الرسم بالألوان وعنها نشر موقع دويتش فيلا عربية بعنوان الرسم والتلوين لتغلب على الإجهاد والتوتر النفسي هل تعتقد أن كتب التلوين للأطفال فقط؟ في فرنسا يفضلها الكبار أيضا كهواية والتغلب على الإجهاد والتوتر النفسي مع الزياد مشاغل الإنسان وسرعة التطورات التكنولوجية لكن كيف يمكن قهر الإجهاد والتوتر عن طريق الرسم والتلوين؟ ينصح خبراء الصحة بممارسة الرياضة لأنها ترفع رسبة الهيرمونات التي تساعد على تقليل التوتر والإجهاد حسب ما نشره موقعياه الإلكتروني في نسخته الألمانية أما الفرنسيون فقد اكتشفوا طريقة أخرى للقضاء على التوتر والإجهاد وهي الرسم واستعمال كتب التلوين وهذه الطريقة لا يفضلها الأطفال فحسب في فرنسا وإنما الكبار أيضا وهناك بعض كتب التلوين المخصصة للكبار وعن فوائل استعمال هذه الكتب تقول تدي روان وهي مؤلفة لكتب التلوين الكبار إن الإنسان ينغمس في الرسم والتلوين ويقوم بنشاط غير طبيعي للجسم ويمكنه بذلك القضاء على الإجهاد أما ريتشارد ميرت الفنان والمختص بتأليف كتب التلوين الكبار فيعتقد أن هذه الكتب هي أحسن طريقة للهروب من المشاكل اليومية ويضيف ميرت قائلا في اللحظة التي يجلس بها شخص ما ويحمل بيده ورقة وقلما للتلوين بعيدا عن جهاز الموبايل أو الآيباد وبعيدا عن الضوضاء يشعر كأنه طفل صغير وباستمراره في عمل ذلك يتلشى التوتر والإجهاد ويتخلص من الإرهاق والضغط النفسي الذي يعانيه بسبب ذلك يبدو أن المقالب ليست من اختصاص الصغار فقط فهناك مقالب أخرى خاصة بالسياسيين وعنها نشرت جريدة عنب بلدي بعنوان مقالب العم أوباما بقلم أحمد الشامي منذ حصار مدينة عين العرب أو كوباني بحسب الإخوة الأكراد لا هم لوسائل إعلام الغرب غير هذه المدينة صباحا مساء نتابع تحركات جحافل داعش وأخبار المقاومة الباسلة للمقاتلين الأكراد مرورا بانتقاد الجاري التركي بسبب لمبالاته وهنا مربط الفرس الكل يدفع باتجاه تدخل العسكرية التركية لمواجهة داعش انطلاقا من عين العرب لإنقاذ المقاتلين الأكراد المحاصرين أنصار حزب العمال الكردستاني صديق الأسد والمعادل تركيا وترضي مقاتل الخليفة البغدادي ما سر وقاحة هذا الخطاب الذي لا يبالي بمعاناة تسعة ملايين سوري مهجر ولا بدماء مئات الألاف من السوريين لو لخص الوأسات السورية في أن داعش تقوم بغزو مدينة يقطنها الأكراد هل هذا هو منطق أوباما وحلفائه في حربهم على الإرهاب؟ ليهم إن سلت دماء ملايين السوريين ما دام هؤلاء من العرب السنة لكن حين يتم المس بغيرهم فهذا أمر آخر هل الدم الكردي أثمن من الدم السني بالنسبة لأوباما؟ في قناعة أن السوريين جميعا سنة ومسيحيين وعلويين وأكرادا وغيرهم لقيمة لهم لدى أوباما فكلنا أشباه بشر بالنسبة لسيد البيت الأبيض لماذا إذن تضج وسائل إعلام الغرب بأخبار معارك عن العرب بعدما تجاهلت سقوط الرقة والموصل وبعدما تناست مأساة مسيحي ويزيدي العراق السر هو في الحرب على الإرهاب الذي يريد سيد أوباما تجير فاترتها لغيره وجعل الشقيق التركي يدفع من دماء أبنائه ومن ازدهاره فمنص علكة الأوبامية المطلوب أمريكي من أردغان أن يتنطع لمواجهة داعش بريا بادل اليانكي والعرب العربة وأن يفتح معها جبهة تمتد من الموصل إلى حلب بالمجان وكرم لسواد عيون أوباما كل ذلك لكي تنعم إسرائيل بالأمن والسلام من الجولان المباعة إلى غزة التي دمرتها دون أن يرفل الرئيس الأسمر جفن ويستمر الأسد في قتل السوريين وتهجيرهم بالجملة والمفرق ثم يبقى حالش مسيطرا على بلاد الأرز وتستمر إيران في تسلحها النووي وتحتل العغاصمة العربية الواحدة تلو الأخرى لمد حدود الإمبراطورية الفارسية الجديدة بالتعاون والتفاهم مع الشيطان الأكبر هل يوجد لهذا تفسير آخر غير كراهية الرئيس باراك أوباما المرضية لكل ما هو سني مشاهدنا الكرام بين الكراهية والحب تتغير طقوس والأحوال والسعيد الذي يحمل تقصه معه لا يهمه إن كانت السماء صحوا أو مطرا بهذا ننحي هديث الصحافة لهذا اليوم لكم من أطيب المنا أينما كنتم شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء السلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة